السلام عليكم مرحبا يا صبايا ويا شباب موضوعنا اليوم الفرق بين المهاجر واللاجئ بين الهجرة واللجوء بكندا شو في فرق بين الاثنين كتير انسألت هذا السؤال كتير ناس بيسألوا انه كيف نحن ممكن نطلع على كندا ببرنامج بس مو هو برنامج لجوء يعني يا ترى الكفالة بيعتبرونها لجوء يا ترى ما بعرف شو بيعتبرونها كذا يعني انا بستغرب من هالاسئلة وبستغرب من طرح هذا السؤال على فكرة بكندا ما في اي فرق بين اللاجئ والمهاجر على الاطلاق على الاطلاق لانه اتنين معهم بي ار يعني معهم الاقامة الدائمة يعني خليني الكون شغلة اللي جاي بكفالة لاجئ مثلا بكفالة اللي جاي لاجئ يعني جايبته الدولة من دول عربية او الشخص اللي جاي بموجب كفالة كنسية ولا كفالة مؤسساتية ولا مجتمع ولا او الشخص اللي جاي بموجب كلياتهم هدول عم يدخلوا على المطار عم ياخدوا من المطار البي ار نفس الشي المهاجر وقت اللي بيصل على كندا عم يجي ياخد البي ار من المطار المشكلة للأسف الشديد انه الفرق بين المهاجر واللاجئ هو نفوسنا الحقيقة مو كندا ولا في اي فرق بكندا نفوسنا هي اللي عم تخلق هذا الفرق هلا كيف يعني كنت سألوني كيف يعني اليوم تجي بتشوف واحد مهاجر فطبعا بما انه كترت جيت السوريين اللاجئين بهاي الايام على كندا فبتشوفوا المهاجر بتسألوا حضرتك لاجئ بيلاك عوزوا بالله شو عوزوا بالله اي شو عم يكفر الزلمي معم يسألك يعني هو مجرد سؤال يعني يعني مهاجر ولا ولا لاجئ انت اوكي انا لا والله انا جاي هجرة لهوني قبل ما تصير المشاكل ولا اي اجيت وعملت هجرة وايجيت السؤال اللي يلي دائما انا يعني بفكر فيه انه طيب انت وين الاهانة ايها المهاجر اذا سألك شخص انت مهاجر ولا لاجئ زائد وين المشكلة اذا كنت انت مهاجر او هداك كان لاجئ يعني وين المشكلة يعني يعني ليش عم تعمل فرق يعني حتى اني عم شوف بعض المهاجرين طبعا هذول الادمة عم يتزمروا من جية اللاجئين على كندا مع العلم يعني بالنهاية خلينا هيك نحكي بالموضوع بشوية منطق هذا المهاجر اساسا ليش هاجر يعني شو السر ليش هاجر هذا الشخص هاجر وكانت بلده بازدهار بلده منيحة بلده ما فيها مشاكل بلده جيدة ليش هاجر هاجر ليدور على فرصة عمل هاجر ليدور على حياة افضل هاجر ليدور على حياة افضل لأولاده هاجر ليبني مستقبل اوكي طيب كمان نفس الشي اللاجئ اللاجئ لجأ مشان يدور على حياة امنة اللاجئ لجأ مشان يدور على حياة افضل لأطفاله اللاجئ لجأ مشان يخلص من مشاكل الحروب ويدور ويجي ويشتغل وينتج اوكي في لاجئين هلأ قاعدين بلا شغل بس اللاجئين لا تنسوا لهم سنة جايين سنة سنة ونص وبالتالي بدهم وقت لسه ليتعلموا اللغة ولا ينجوا فلا تعمل هذا الفرق حبيبي يا مهاجر يا حبيبي لا تعمل هذا الفرق ولا تحسس ولا تعمل هاي المشكلة يعني تعمل من هذا الامر مشكلة وتعمل انه والله انا مهاجر وانا لاجئ كل واحد بقى يعني ايه والله انا مهاجر يعني تمام الحقيقي يعني ايه انا ساكن بأبرماني واذاك ساكن بالمخيم برجعبك كده على شغلة كتير مهمة ما في فرق أبدا بين المهاجر واللاجئ بكندا على الإطلاق كندا أصلا أنت وقت بتروع على البنك ما بيسألوك أنت مهاجر ولا لاجئ وقت بتروع على أي مؤسسة حكومية ما بيسألوك أنت مهاجر ولا لاجئ خليني لكون شغلة اللاجئ والمهاجر اتنينها قلن الحقوق نفسها ما بتختلف ولا واحد بالمليون يعني المهاجر رح ياخد جنسية بعد أربعة سنين واللاجئ رح ياخد جنسية بعد أربعة سنين المهاجر بيشتغل واللاجئ بيشتغل كل الحقوق اللي بيملك المهاجر نفس الحقوق بيملك اللاجئ لأنه أساسا هنهوني متى ما دخلوك على كندا أنت ما عدت صفيت لاجئ أنت صفيت مقيم دائم مقيم دائم إن كنت مهاجر ولا إن كنت لاجئ أنت مقيم دائم أخذت إقامتك من المطار عملت لاندينج حتى يلي بيجي بيعمل لجوء بقلب كندا كمان نفس القصة ما هو عم يعمل معاملة يلي برات كندا وعمل معاملته برات كندا وإجي عمل لاندينج وننتظر برات كندا بينما الشخص اللي عم يفوت على كندا هو عم ينتظر بقلب كندا بس بالنهاية رح ياخد الإقامة الدائمة ورح ياخد نفس حقوق نفس حقوق اللاجئين يلي عملوا لاندينج بالمطار ونفس حقوق المهاجر يلي عمل لاندينج بالمطار تماما الحكي ونفس حقوق الكنديين ما عدا الانتخاب وجواز السفر لبينما ياخد الجنسية ما عدا الانتخاب وجواز السفر وبعض الوظائف الأمنية أنا بتصور بالجيش أو بعض الوظائف مو كلا بعضا لا للمقيم يا سيدي لا للمهاجر عفوان ولا للاجئ انه يشتغلوا فيها يعني هذا دليل انه انتو اتنين مثل بعضكم بقلب كندا كندا ما بتفرق بين الاثنين كندا عاطية حقوق كاملة للمهاجر واللاجئ والكندي الشغلة الثانية اللي انا حابب اقول لك ياها واللي انا يعني حابب احكي فيها ما بدي اقولها للمهاجرين بدي اقولها بشكل عام ارجع خمسين سنة لورا بتلاقي غالبية العالم اللي اجت من اوروبا اجت لجوء يعني اليوم بتلاقي عائلات كتير عائلات هي اساسا جاي لجوء لكن احلم هيك انه هنين يعني انت بيجي بتقول له يعني انا في عندي جاري من فترة سألته من طبعات البوسنة والهرسك والقراني هي انه انت قديم يعني وواحد تاني من ايام المانيا تصور يعني الماني جاي لاجئ لهون فسألته قلت له انه انتو كيف اجيتوا على المانيا قال لي والله ابي اجا لجا عمل لجوء بالمانيا ونحق بكندا انه كيف اجيتوا على كندا فقال لي ابي اجا عمل لجوء بكندا ونحن اخلقنا بكندا يعني بالنهاية مو انه والله والطراسه وقتال لاجئ ومو انه والله اجا خجل يقول لي انه ابي كان لاجئ انه نحن يلي عم نخلق هذا الفرق نحن السوريين والعرب بين بعضنا البعض يعني عم نخلق هالفرق وهالقصص هاي للأسف الشديد انا بتمنى انه نحن الكل نتعامل باسلوب غير هالاسلوب هذا باسلوب باسلوب انه انه نحن بالعكس نفرح لاي شخص وصل لهون اوكي ممكن يكون في شخص منيح ممكن يكون في شخص سيء هاي واردة بكل الدنيا ببلدك الام اساسا في واحد منيح وفي واحد سيء يعني فبكل بساطة القصة القصة يعني بتمنى انا من الاخوة العرب والسوريين ما يعملوا لها ايدين ورجلين يعني بالمعنى هاد انه اوكي انتو اتنين انا اتحدى يعطيني مهاجر اتحدى تحدي يعطيني حق هو يملكه لا يملكه اللاجئ اتحدى تحدي اتحدى تحدي يعطيني المهاجر ميزة مو موجودة عند اللاجئ اتحدى تحدي لانه بالنهاية هذا اللي جاي اللي جوه اخد لاندينغ بالمطار من اول ما بيصال اخد لاندينغ ودخل على هالبلد هاي وتمتع بحقوق الكنديين نفسهم مو بحقوق المهاجرين لانه المهاجر واللاجئ نفس الحقوق تمتعوا بحقوق الكنديين يعني كندا اليوم عم تجيب المهاجر او اللاجئ وعم تعامله ككندي تيجي انت يا مهاجر تعمل فرق بينك وبين اللاجئ مرحب ليه او بتلاقي لاجئين الاحلى من هيك ها وهي شفتها انا لاجئين هون مثلا بكندا بتقول له شلون اجيت انت على كندا بيقلك وراء انا اجيي تجرى يعني احب يسلبه وانه وراء انا اجي تجرى بيخجل يقول انه لاجئ لا يا حبيبي لا تغجر انك أقول لاجئ ما هي بالنهاية اذا بتحسب العملية هي نفس العملية هذا الشخص هاجر لانه عم يدور على امر ما بهي البلد وهذا الشخص لجأ لانه عم يدور على امر ما بهي البلد ف يعني نحن ليش بناخد امور سلبة بجعزة ونعمل مننا قصص ونعمل مننا حكاية ومنعمل منا يعني أنا ما ما عم بفهمي القصة بكل الأحوال أنا بس حبيت نوي على هذا الأمر لأنه كتير صارت اسمعه والحقيقة صار بيخلي الواحد هيكي يشمعز هيكي يعني بتحس أنه فيه شي بنعنا بنفوسنا ولكندا عم تعاملنا كندا كندا عم تعاملنا مثل بعضنا مثلون مثلنا عم يعاملونا بنجي نحن بنعمل تفرق بين بعضنا البعض يا عرب يا عرب المهاجر واللاجئ نفس الشي يا عرب شيلوا هالأمراض اللي بنفوسكون خلينا نشيلوا هذا المرض يلي أساسا نحن التمييز هذا يلي نحن خلقناه برجع عملكون اوكي ممكن تلاقي لاجئين يا أخي صحابي مشاكل بعض اللاجئين صحابي مشاكل هذا لا يعني أنه كل اللاجئين صحابي مشاكل لأنه ممكن تلاقي عند المهاجرين أساسا مشاكل هذا لا يعني أنه كل مهاجرين يعني عندهم مشاكل يعني أنت لا تربط إذا واحد لاجئ سيء لا تربط في كل اللاجئين ونفس الشيء إذا مهاجر سيء لا تربط في كل المهاجرين يعني نقطة ميز يعني أنا أتمنى من كل الناس اللي عم يسمعوني يتعاملوا مع الأمر إنسانيا هذا إنسان جيد فنحنا منقول عنه إنسان جيد هذا إنسان سيء فنحنا منقول عنه إنسان سيء مو الله هذا سيء لأنه لاجئ وهذا جيد لأنه مهاجر لا ليش بدي سألكم سؤال ما في مهاجرين كمان بيهوو يعني يعني على أساس طيب خليني لكون شغلة المهاجرين اللي جاينا عم يحكوا على اللاجئين إنه رحوا على الولفير كمان هي نقطة كتير مو غالبية المهاجرين أول ما وصلوا فرحوا على الولفير وقبضوا مع عشاتهم للدولة لبينما أسسوا حالهم وظبطوا حالهم لا تعملوا من نقص على أرض عليكم بدون شي نحن نقلك يعني لا حول ولا قوة على كل الأحوال أنا حبيت بس أقول كلمتي لأنه الحقيقة لازم نقيم هالأمراض هاي من أنفسنا ونقيم أمراض الشرق هاي اللي عشناها ولا ننقلها لعنا لهون عيشوا كبني آدمين كندا عم تقدم الكون عم تحترم إنسانيتكون لك أقلها احترموا إنسانيتكون بين بعضكم البعض السيئة يلا سلام شكرا لكم شكرا لكم شكرا